قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن مؤشرات عودة الحركة السياحية للمملكة خلال الفترة المقبلة باتت قوية وأضاف أن خطة عمل الهيئة حالياً تتضمن عدة محاور منها تنشيط السياحة المحلية وعودة سياحة دول الجوار ليتم استقطابهم لزيارة المملكة مشيراً إلى وجود مفاوضات نهائية مع كبرى مكاتب السياحة العالمية لاستقطاب مزيداً من السياح وبأعداد ضخمة للمملكة متوقعاً فتح المزيد من القطاعات السياحية ومنح المزيد من الإجراءات التحفيزية لهذا القطاع بعد عطلة عيد الفطر السعيد وبين عربيات أن وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة ستعملان على تنشيط السياحة المحلية من خلال برنامج أردن ناجنة والذي أعلن وزير السياحة والأثار عن إطلاقه مؤخراً حيث سيكون داعماً للسياحة الداخلية ترجمة نانسي قنقر